المهرجان الدولي للسينما في الجزائر للفيلم الملتزم وبعد غياب قارب ثلاث سنوات بسبب تداعية فيروس كورونا يفتح أبوابه في دورته الحادية عشر مساء أمس برياض الفتحة بمشاركة ستون فيلما بين روائي وثائقي وقصيرة بحضور جمهور غفير من محبي الفن السابع وكذا وزراء وممثلين وكتاب ومخرجين المهرجان كنا حضرنا دورة 2020 وفي أخر لحظة تأجلت أخذنا جانب من التحضير الذي كان في 2020 وضفناها إلى الشيء الذي وجدناه منذ بداية 2022 هذه عشر شهور نحن نخدمه في المهرجان مع مدى مياحي المفاوضة فالنتيجة هو أن العدد تعلقات تزداد مرينا من ثلث قاعات إلى خمس قاعات والعدد تعلقات الأفلام وصل لحتى 60 فيلم مرتين أكثر من دورة الآخرة وثاني كانت أفلام جزائرية التي كانت موجودة في هذه الثلاث سنوات فأعطيناها مجال كبير والأفلام الجزائرية أخذت حصة كبيرة الحضور أبدو استحسانهم حول هذه الافتتاحية التي طال انتظارها فهذا المهرجان عبارة عن عودة بحث الحياة الثقافية من جديد نحو تنظيم مثل هذه المهرجانات هي بوابة أو نافدة ننظر منها إلى الانتاجات التي تحصل في البودان الأخرى وخاصة في الجزائر وطبعا تسمح بتلاقح التجارب السينمائية في العالم سعادة دائمة جدا خاصة عندما نتلقى دعوة من طرف جزائر الثقافة لحضور هذا الافتتاح لأن المهرجانات عندهم دور كبير أولا في جانب الفن والفن هو بعد ذاته نجمع نقول سافير الجزائر ويحكي على الفنانين وعلى الفن وعلى الطورات وعلى كل شيء في الجزائر اللي حد الساعة ما زال ما عرفوش منه إلا كالكوديزيام والجميل كذلك في هذا المهرجان أنه يتناول يجيب أفلام عندها نوعية جميلة جدا نوعية جيدة ليواصل المهرجان فعاليته لغاية العاشر من ديسمبر أملا في المضي قدما لتطوير صناعة سينما تغرفية في بلادنا مع الإشادة بأصالتنا هويتنا وذاكرتنا الوطنية والثقافية ترجمة نانسي قنقر